أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أمن بالله صدق الله العلي العظيم جاءني أحدهم قائلا أعاني من مشكلة كبيرة في التعامل مع الناس قال لا أحد يقبلني كما أنا فالكل يريدني نسخة أخرى منه أي إنسان أشوفه ما يريدني مثل ما أنا يريدني أنا كوبي عنه قلت مشكلتك الحقيقية ليست في ذلك إنما هي في أنك لا تجد أحدا تقبله كما هو أنت تريد الآخرين نسخة من عندك فتظن أن الآخرين يريدونك نسخة منهم قال لا أدري ما أدري قلت له خلينا أسألك هل تقبل الناس مع قطع النظر عن أخطائهم تقبل بأصدقائك حتى لو أخطأوا تقبل بهم مع سوء أخلاقهم تقبل بأرحامك مع نقاط ضعفهم تقبل بجيرانك وإن كان عندهم أشياء ما تعجبك مثلا قال طبعا لا فمن أخطاء الأخطاء اللي أكو واحد عندنا ما أريدهم أريدهم بلا أخطاء أنا لا يمكنني التغاضي عن أخطاء الآخرين إنهم لا يقبلوني كما أنا فلماذا أقبلهم كما هم قلت هنا لب المشكلة فأنت لا تريد الناس إلا نسخة منك وهمها مثلك يريدونك نسخة أخرى منهم قال زين هاي المشكلة حددناها ماذا أفعلوا إذن قلت له شوف أنت لا تستطيع أن تغير الناس جميعا تستطيع ولا تستطيع أن تغير واحد من عندهم لأن إراداتهم ليست بيدك لكنك تستطيع أن تغير ما بنفسك فابدأ بما تستطيع ودع ما لا تستطيع ثم لا تنسى أن الناس في هذه الدنيا تتحكم فيهم عواطفهم مصالحهم أفكارهم رؤاهم أحلامهم وكل واحد مملكة قائمة بذاتها ما يعتريك يعتريهم طي يوم من الأيام جالس من النوم مرتاح البال يوم من الأيام قلق يوم من الأيام عندك مصلحة معينة تبحث عنها مصلحتك يمكن تتناقض مع مصلحة إنسان ثاني لا تتوقع أن تعيش مع ملائكة أن تتعيش مع الناس انظر إلى إيجابياتهم وحاول أن تتعامل مع تلك الإيجابيات وأن تتغاضى عن السلبيات أو أن تمر عليها مرور الكرم يعني ما في إنسان ما عنده أشياء حسنة فيه أي إنسان عنده بعض الأشياء الحسنة تلك الأشياء الحسنة تعامل معها أنت ليش تروح تدور على الأشياء السيئة مالتهم قلت هل الناس كلهم شياطين أبا لسه قال لا حقيقة عندهم مواقف جيد شو يفكر كأنه تذكر أشخاص معينين قال نعم نعم عندهم أشياء وهي أهم زينة قلت له خلاص تتعامل مع الأشياء الزينة اللي عندهم ليش دائما تصور وتتذكر الأشياء غير الجيدة التي عندهم يقول الإمام عليه سلام الله عليه أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك فإن ذلك أجل لقدرك وأجدر برضا ربك تكون إنسان منصف مو تشوف نفسك ملائكة وتشوف الناس أبالسة أنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك قبل ما يأخذون من عندك النصف يجبروك أنت أنصف نفسك فإن ذلك أجل لقدرك هذا يجعل قدرك جليل وأجدر برضا ربك إذن حاول أن تقبل الناس كما هم وحينما أقول الناس أقصد أقرب الناس إليك وأبعدهم منك أقصد والديك أقصد زوجتك أقصد أولادك أقصد أرحامك أقصد جيرانك أقصد أصدقائك قال يعني ما أحاول إصلاحهم إذا شفت خطأ فيهم قلت هذه مسألة أخرى نعم حاول إذا استطعت أن تصلح صفة ما في والديك في زوجتك في أولادك في أرحامك في أصدقائك في جيرانك في جميع الناس افعل لكن إذا لم تستطع ما الذي تفعل تسعة وتسعين بالمئة تشوف هذا الرجل صالح لكن واحد بالمئة عنده خطأ قدرت تصلح الواحد بالمئة أصلح إذا ما قدرت تصلح هذا الواحد بالمئة إيش مع التسعة والتسعين من الأمور الصالحة عنده وإذا تغيرت النسبة لا بدل تسعة وتسعين بالمئة عندهم صلاح خمسين بالمئة صلاح أربعين بالمئة صلاح ثلاثين عشرين خموة أقل من هذا تعامل مع العشرين بالمئة من الصلاح الذي عنده أبويك عنده زوجتك عنده أولادك واقبلهم لا تحاول دائما تغيرهم للم تقدر تغيرهم فدائما تعيش في حال الصراع في داخلك لماذا عجزت عن تغييره هذا لماذا لم يتغير ذاك وتعيش صراعا مع غيرك من الناس لا داعية لذلك أنت قادر على أن تغير نفسك غير نفسك غير نفسك بالاتجاه الصحيح طبعا ما أقول غير نفسك يعني يصير نسخة أخرى من الناس لكن ما تستطيع أن تفعله أنت ما تفعله أن تغير نفسك بالاتجاه الصحيح لا تفعله وتطلب من الناس أن يغيروا أنفسهم وأنت لا تملك إرادتهم يعني إذا كنت من الذين قد يكذب وما قادر عادة الكذب اتبعدها من نفسك ليش تطم من الناس أن يكونوا صادقين معك دائما أنت مثلهم همهم مثلك وإن طيور على أشكالها تقع والسلام عليكم ورحمة الله